أنا كنت عرفت من فترة أن للأسف بعض معدوم الضمير بياخدوا الدواء المنتهي الصلاحية ويعيدوا تصنيعه ويرجعوا بقعوه تاني في السوق هل بكلام ده حقيقي؟ بص حضرتك إذا غاب القانون كل شيء ممكن يتقابل لو صدت الضمير لوحده يبقى قول على الدنيا يا رحمن يا رحيم لأن في ناس كتير مع دراج ضغير إلا مرحيم أربي إذا ما بنقول طبعا دي مشكلة مش من السنة دي ومن السنة اللي فاتحة مشكلة دي من سنين حسب القانون الدولي مش أقول للقانون مصر بس إن الشركات ملزمة إن هي تلم الإكسابيرات بتاعتها يعني فيه أدوية ملتهت الصلاحية تلمها تاني تاخدها وتعدمها حسب القانون المصري والدولي لكن للأسف طبعا اتعمل القرارات كتير منها قرار ربما 99 سنة 2012 كان قرار وزير وكان ملزم لهذه الشركات إن هي تلم الإكسابيرات بتاعتها وتاخدها خدت بالحركة وللأسف الشديد أنا شايف الرأي العام أو شايف الميديا مصورها إن الصيدالي عايز مكسب أكتر وجاشع لا دلوقتي فيه صيدالي مش تقين يكلوا دلوقتي فيه صيدالي ودي هنتكلم فيها مشكلة تانية خدت بالحركة لا القصة مش قصة صيدالي ويدور على جنيه زيادة واثنين جنيه زيادة يحطوهم في جيبه كلام ده غلط لا القصة أكبر من الصيدالي كمان القصة إن إن الناس دي متعنتة إن هي تعمل قرار ربما 99 سنة عشان مش قانون بيفعل ده طبعا أنا بعتبره قضية أمن قوني مصري إيه اللي بيحصل بالزبط في موضوع الأدواء المتاهة الصلاحية تمام يعني أنا هدي أصلح عليك طبعا هم طبعا نصحين طبعا اللي بشتغل في القصة دي في إيه بقى بياخدوا مثلا دوا منتهى الصلاحية وروح جايب عنده مثلا كرتونة بغير الكرتونة بتاعته وعمل إنك جيت بإكسبايرد بعيد يعني مثلا هو يكون إكسبايرد وردي خلاص منتهى صلاحية وروح عامله كمان ثلاث سينة وبيرجع تاني يبيعه بخصمة قاعدة هم طبعا فنيين جدا بحيس اللي هم بيحاولوا يبيعونه على مكمة إيه وبيحاولوا في شركات بدون ذكرى أسماء كتير وقعت في القصة ديه والبرودكس في عدة كانت مبوضة في السوق بهذا الشكل أنا عايز أقول لك وسط الدرجة من التقنية عارف انت كده زي تزييف العملة هم بيزيبوا البرودكس لدرجة ان انت ما تقدرش انت كراجل صيدالي ومتخصص ما تقرفش ايه ده من ده خدت بال حضرتك ده طبعا عمل تجارة موازية بسميها سوق سودا وتجارة موازية تانية لموضوع الإكسبايرد علشان كده لبقول الحقيقة ده أمن قومي مصري القصة مش قصة صيدالي وان الصيدالي عايز يكسب لا القصة قصة ان لازم الدولة تدخل وفورا لحل هذه المشكلة طب ايه انواع الأدوية اللي بيحصل فيها عادة تدوير منتهى الصلاحية طبعا هم بردو بيناقوا بص هو احنا اتفاقنا للضمير يعني فيه ازمة عندنا في الضمير تلتأسى هم بيستخدموا مثلا الأدوية اللي هي بيسموها يعني يعني مثلا يكون واحد بدعانك عنده جلطة وبيتعلي مثلا بدعو اسمه بلافكس مثلا بلافكس تكبت وطمئة وفاقين باكات وطمئة وفاقين نزل دلوقتي بعمتنه خمسة حاجة كده ده غالب فروح عامل ايه رح واخته وعمل له قعادة تدوير تاني ورح بيعه تخيل بقى واحد عنده جلطة ومفروض ياخد دواء خدتبها لحضرتك عشان يتعالج ياخد دواء مخشوش ايه اللي ممكن يحصل؟ هيموت خلص كمان هو ده ده بيحصل يا دكتور في السوق المصري اللي الدواء؟ طبعا يوميا والله ادوية سكر بيحصل فيها كده وادوية ضغط خدتبها لحضرتك للأسف الشديد كل يوم بيحصل كده والامثلة كتير جدا لان مفيش رقابة مفيش رقابة ومفيش تفعيل للقانون ترجمة نانسي قنقر